المدرب الوطني أمام المدرب الأجنبي وتأثير المدرسة الفرنسية على المنتخبات الإفريقية خلال الفترة القادمة كل دي تفاصيل صغيرة عن رصدها في حلقتنا النهاردة في كان 2019 في ملعب الأهلي لكن مهم جدا وإحنا بنبدأ للسوديو النهاردة نتكلم عن أخبار النادي الأهلي النهاردة فيه أبرز خبرين بالتأكيد كان لهم صدى كبير جدا فيه الساحة الرياضية لمجرد أن يتم ذكر خبر رسمي من النادي الأهلي بالتأكيد الكل بيبقى حريص على متابعة هذا الخبر ودراسته وتحليله ما بلكم بقى بالتأكيد لما يكون خبر متعلق بالصفقات أو الاستعداد للموسم الجديد فترة القادمة ان شاء الله خلاص بناستعد للموسم الجديد وموسم الانتقالات السيفية لم يفتح نظام TMS نخدم انتهاء مثابت الدوري لكن بالتأكيد قطاع قارة القدم فيه النادي الأهلي عندهم استعداد خاص بالنسبة للموسم الجديد ذكرت لكم أكتر من مرة خلال حلقات سابقة في برنامج الأهلي الليلة أن خلال الفترة القادمة هناك تحرقات كبيرة جدا لتدعيم صفوف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لا تنظروا إلى عدد معين من اللاعبين قد يتم انضمامه خلال الفترة القادمة لكن انظروا في النهاية إلى الكيفية اللي من خلالها النادي الأهلي هيقدر يتخطى البطولات القادمة ويصل للأدوار النهاية وليما لا بإذن الله نحق البطولات القادمة دوري وكاس وبطولة إفريقية إن شاء الله في العام القادم نهاردة أو منذ حوالي الساعة الخامسة عصرا النادي الأهلي أعلن من خلال موقعه الرسمي أن الكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات لقطاع قرة القدم والمتواجد حاليا في الجزائر أعلن عن تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب المالي عليو ديانج لاعب خط وسط فريق مولدية الجزائر هذا التعاقد تم لمدة خمسة مواسم قادمة جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهود اللاعب خلال الفترة القادمة كان الكابتن محمود الخطيب برئيس النادي الأهلي كتكلف الكابتن أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض لللاعب من بولغاريا وتونس والسعودية لأتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات والذي حرص على الرجوع للكابتن محمود الخطيب والمكلف بشؤون كرة القدم في كافة الأمور خلال الساعات الماضية المالي أليو ديانج يبلغ من العمر 21 عاما ويشغل في مركز لاعب خط الوسط المدافع وهو أحد لاعبي الأساسيين والمهمين في منتخب مالي الأولمبي انضم لصفوف ملودية الجزائر خلال السنوات الأخيرة وكان محطة أنظار العديد من الفرق خلال الفترة الأخيرة لكن رغبة اللاعب والمفاوضات الجدة حسمت الصفقة لصالح النادي الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة الشيء المميز في صفقات النادي الأهلي واللي بدأت النهاردة أنه لما بيكون في تسريب للخبر أو للمعلومة أن في صفقة أو اتنين الحمد لله بتكون من برى مصر يعني صفر كابتن أمير توفي إلى الجزائر تم خلال الـ 72 ساعة الماضية لكن الخبر لما طلع أو المعلومة لما تعرفت اتعرفت من الجزائر عبر قناة الهداف من خلال مسؤولي نادي الموليدية لما أعلنوا أن في وفد رسمي أو في مسؤول رسمي موجود في الجزائر لإتمام التعاقد مع أليو ديانج والاتفاق مع نادي الموليدية الجزائري إذن السرية داخل النادي الأهلي لإتمام الصفقات تسير بشكل جيد طيلة شهر الكامل هناك مفاوضات ودراسة وامتبع لهذا اللاعب لإتمام هذا التعاقد وبالتالي شابو أول صفقة إفريقية والتعاقد خلال الفترة القادمة وبالتأكد ننتظر خلال الفترة القادمة متابعة أخرى في تدعيم صفوف الفريل أول بالنسبة للنادي الأهلي عليو ديانج بيتميز بالقوة البدنية لعب عنده قوة بدنية كبيرة جدا في خط الوسط بيعمل معدلات جارية أو سرعات أو كيلو متر في وسط الملعب بشكل متميز جدا وقد بيتخطى كمان أكتر من حوالي من 7 إلى 8 كيلو في المباراة الوحدة وده حسب الإحصيات والسكاوتينج اللي كان موجود في الدوري الجزائري عنده ميزة مهمة جدا في خط الوسط بيتميز بالدور الدفاعي والتخطية الدفاعية في الجانب الدفاعي أمام رباعي خط الخلفي بالإضافة لأنه قدرته على اللاعب في الجبهة اليمنى أو الجبهة اليسرى في التخطية الدفاعية متميز جدا لأنه يلعب بالرجل اليمنى وبالرجل اليسرى فددر تستغله دفاعيا بشكل متميز وده الدوري النادي الآلي أم بي لتدعيم هذا المركز خلال الفترة القادمة عندك مشاركات وعندك بطولات كتيرة فبالتأكيد محتاج لاعب واثنين وثلاثة في أكتر من مركز الكل يخش على السكاوتينج أو يشوف الإحصيات الهجومية بالنسبة لللاعب على الناحية الهجومية ليست بنفس القوة الدفاعية لكن بالتأكيد الآلي محتاج لاعب بمواصفات معينة في الناحية الدفاعية ومع وجوده في النادي الآلي بالتأكيد إذا كان هناك تطور هجومي هيتم خلال الفترة القادمة من خلال تعامله مع الجهاز الفني بقيادة مارتين لسارتي البعض هايسأل يقولك تب دلوقتي أنت عندك أكتر من لاعب أجنبي كيف سيتم التعامل خلال الفترة القادمة ننتظر ماذا سيصدر من اتحاد كرة القدم بخصوص ملف اللاعبين الأجانب وهناك معلومات مؤكدة وتطمينات من اتحاد كرة القدم لكل الأندية بأنه سيتم فتح إمكانية ضم أو إمكانية قيد لاعب عربي من شمال إفريقيا كلاعب محلي مع القيمة المحلية أو مع القيمة اللاعبين في الدوري العام القدم وبالتالي إذا تم اعتماد هذه الفكرة بالتأكيد سيكون هناك إتاحة للاستمرار كل اللاعبين الأجانب وبالتأكيد الجهاز الفني أو الجهاز كرة القدم عنده خطة خلال المرحلة القادمة في هذا الشعن مهم جدا كمان وحب نتكلم عن هذه الجزئية في ملفات محتاجين نعرف نتيجة خلال الفترة القادمة مصابقة موليد 97 هل سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة الخمسة لاعبين تحت السن هل سيتم الاتفاق عليهم عدد اللاعبين المعارين هل سيتم الفتح في عدد اللاعبين المعارين وقيد اللاعبين المعارين خلال الفترة القادمة وبالتالي إتاحة الفرصة للنادي الأهلي وكل الأندية اللي عندها لاعبين موليد 97 يستفيد بيهم على أقدر أو أقصى قدر ممكن في التواجد ضمن الصفوف الفريق الأول أو حتى يعارضهم لأي من الأندية للاستفادة من جهودهم والاستفادة من إمكانياتهم لاستعدتهم بعد سنة أو اثنين لصفوف الفريق الأول كل هذه الملفات بننتظر إجابة شافية ووضحة من اتحاد كرة القادمة خلال الفترة القادمة عشان كل نادي هو بيجري هذه الصفقات يكون عارف الخطة اللي يشتغل عليها خلال المرحلة القادمة فكرة أو مقيلة عن إمكانية فتح فكرة أن اللاعب من شمال إفريقيا يكون لعب محلي سهمت أن النادي الأهلي تحرك في اتجاه معين وتم الاتفاق على قيد أو التعاقد مع اللاعب المالي أليو ديانج والتعاقد معامل نادي المردية لتدعيم خط وسط النادي الأهلي خلال الفترة القادمة شايفين كمان في دول شمال إفريقيا تونس والجزائر بيستفيدوا بفكار